قال المستشار الألماني أولاف شولز أن استخدام روسيا تكتيك الأرض المحروقة يعزز الدعم لأوكرانيا وأكد أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي سيدربان خمسة آلاف جندي أوكراني بحلول الربيع المقبل وأن أوروبا ستزود أوكرانيا بماءة دبابة شولز لفت إلى أن بوتين يستخدم الطاقة والجوع سلاحا وقال إن بلاده تحرت من الاعتماد على الغاز الروسي داعيا إلى ضرورة تخفيض أسعار الطاقة قبل ذلك قال وزير الخارجي الأوكراني إن بلاده تترقب وصول شحنة جديدة من الأسلحة قادمة من اليونان وفي سياق متصل وصفت وزارة الخزانة الأمريكية بعض العقوبات التي فرضتها على روسيا بأنها أثرت بشكل مباشر على أداء القوات الروسية في ساحة المعركة الوزارة قالت إن العقوبات الأمريكية بالتعاون مع حلفائها دفعت الجيش الروسي إلى اللجوء إلى موردين أقل كفاءة وأدت إلى استخدامه معدات عسكرية قديمة الخزانة الأمريكية قالت إن روسيا تجتهد بشكل متزايد لتأمين التقنيات الأساسية اللازمة لحربها على أوكرانيا وميدانيا شدد الجيش الأوكراني الخناق على القوات الروسية التي تسيطر على مدينة خرسون الجنوبية وفي حين ظلت السلطات الأوكرانية متكتمة حول تفاصيل عملياتها قال جيشها في تحديث بشأن منطقة خرسون إن 43 جندية روسيا لقوا حطفهم كما تم تدمير ست دبابات ومعدات أخرى في لتنا فاد شهود عيانة بأن خمسة طائرات روسية موسيّرة قصفت مدينة ميكولايف الجنوبية في لتنا قال الرئيس الأوكراني فلودمير زيلينسكي إن روسيا دمرت ثلاثة منشآت الرئيسية للطاقة في أوكرانيا إلى اليوم المحدث ي العنوسد، يجهدوا عش fini دامتها. اشترك الوضوات الجمع قد اشتغل مريغاً. من ما يمكننا كل منطقة منطقة الوضوات والاستخدم الوضوات والمستخدمات لعرفة وقت طالباً. وشتر تلك نحوال لفضوات الضمى. سوية جدا. أيامًاً أكثر من الأربعة. ستكون الفتات من أكتبات مكتبات والأمصابات التربية. لكن كل ناحية هنا